وقد حدثني شيخنا عبدالرحمن ابن عبدالصمد الشيخ عبدالرحمن ابن يوسف عبدالصمد ابو يوسف رحمه الله قال انه كانوا في المدينة في مدينة النبي عبدالصم طلبة علم كانوا وكانوا يستقبلون الحجاج يعني يطوفهم بين الحجاج ينصحونهم دعوة طلبة علمهم الجامعة اسلامية قال وكان معنا الشيخ عبدالصمد الكاتب هذا ايضا قرأت عليه في المدينة او من اصل هندي او هندي موش من اصل هندي لكن كما يقال تسعوت الشيخ عبدالصمد احنا نقص فيها من عبدالرحمن ابن يوسف عبدالصمد وفيها عبدالصمد الكاتب اللي حدثني الشيخ ابو يوسف عبدالرحمن ابن الصمد يقول فوجدنا امرأة هندية معها صبي قد علقتها ميما في رقبتها فاقتربنا منها نصاحناها من اللي تكلم معها هندي الشيخ عبدالصمد الكاتب ابو محمد تكلم معها بالهندي ان التعليق التميمة ما يجوز وكذا وكذا فالمرأة قال طيب نزعت هذه التميمة من عنق الصبي يقول الشيخ ابو يوسف عبدالرحمن الصمد قال فانفجر بكائنا الصبي بكى بكاء شديد كان يصرع من البكاء فقالت امه ائتوني رجعوا الى التميمة وإحنا صادرناها على التميمة لعل الطفل تعود عليك كأنها لعبة يعني فيه كأنك واخدت منه شيء خاص به فالطفل يعني يقول فقالها الشيخ عبدالصمد الكاتب بالهندي قال لا هذا الشيطان لما نزعناه من فالآن الشيطان اخذ يعني يضغط عليه واخذ يؤذيه حتى يبكي هذا البكاء والعمل يقول الشيخ ابو يوسف فقام الشيخ عبدالصمد واذن فوق رأس الصبي الاذان الشرعي الله اكبر الله اكبر قال فسكن الصبي من احسى ما يكون هذا مصداقه حديث بن سعود رأى تميمة قد علقتها امرأته في عرض ذهي في عضلها فقال ابن مسعود لما رأى هذا في الزوجة قال اشركوا في بيتها بعبدالرحمن قالت ان عيني تخذف فذهبت لفلان اليهودي فعلقها لتميمة طهعا لتميمة تعلقها فقال ان مذاكم الشيطان يخذفها شوف تعلق تميمة ما في ايش شي تنزعها توجعها عينها كأنها شي يخذفها انما يقول مسعود انما كان يكفيك ان تفعلي ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الوجع وقال اللهم رب الناس اذهب البأس اش في انت الشافي لا شفاء الا شفاء الشفاء لا يغادل سقاما فهذا دليل على ان ممكن لو واحد علق التميمة تعود الى عافيته يذهب عنه الشيطان ليه لماذا حتى يتعلق الانسان بالتميمة طيب ما مصلحة الشيطان يتعلق الانسان بالتميمة وهذا الشيطان توعد لبني آدم توعد لبني آدم فيريد ما يتعلق بغير الله فقال الله عزيزي ان الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوة انما يدعو حزبه ليكونوا صحاب السعير فيريد ان يدخنهم النار يدعو ان يتعلقهم بالشرك فالتمام هذا ربما اذا علقها الانسان ذهب عنه ما فيه من اذاء الشيطان له لكن اذا علقها ما الذي يضعف فيه يضعف ايمانه ودينه وتفسد عقيدته لكن ربما اذا ذهب الى القبور وتمسع بها خذ من ترابها علق شيئا منها اذا ذهب الى الكهنة الى السعرة فانه يذهب عنه ما فيه لان الشيطان يأتيه ويؤذيه فاذا تعلق بغير الله انصره عنه الشيطان يريد منه ان يتعلق بغير الله واضح طيب اشتركوا في القناة